مشهد من مشاهد يوم القيامة مؤداه أن هناك أقوام يعتذرون ولا تقبل أعذرهم بل ولا يؤذن لهم في الاعتذار أحيانا هناك أقوام يفتدون بكل ما يملكون أو يريدون أن يفتدوا بكل ما يملكون ولكن لا فدية فالمشهد لا فدية ولا اعتذار مقبول يوم القيامة لا فدية ولا اعتذار مقبول من أهل الكفر يوم القيامة تعرفون بارك الله فيكم أن الكافر يأتي يوم القيامة ويقدم كل ما استطاع من الاعتذارات ويريد أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا وهو كاذب في دعوها النو سيعمل صالحا كاذب في دعوها النو سيعمل صالحا قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيقال كلا أي لن ترجع ثم يبين كذبه قل إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها يعني كلام ليس بحقيقي لو رجعت حتى لعدت إلى الكفر قال تعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ وقفوا على النار النار أمامهم سيقذفون فيها ويرون النار وجحيمها ولهبها وسمومها وهم على حفتها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين قال تعالى بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نه عنه فأي قسوة في القلوب أشدني من هذه ولو ردوا لعادوا لما نه عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون يوم القيامة هناك مواطن لا يؤذن لهم فيعتذرون تقول يا رب أريد الاعتذار أريد الاعتذار أريد أحدا يسمع مني لا يؤذن لهم فيعتذرون أقوام لا يؤذن لهم فيعتذرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هناك أقوام لا يسمح لهم أن يقدموا اعتذارات لا يسمح لهم أن يقدموا عتابات ولا يستعتبون قال تعالى في كتابه الكريم لا تعتذروا اليوم وأقوام يعتذرون ويبالغون في الاعتذار وبعد أن يبالغوا في الاعتذار ويظنوا أن الاعتذارات قبلت ردت تلك الاعتذارات قال تعالى في كتابه الكريم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فقوم يقدمون اعتذارات لا تقبل منهم تلك الاعتذارات قوم لا يسمح لهم أصلا بالاعتذارات مأهل الإجرام والكفر مواطن فيها يعتذرون ولا تقبل الاعتذارات مواطن أخر لا يسمح لهم بالاعتذارات من أصلها يا تحدوم يقول يا رب يا رب